18 عاما على احتلال العراق يتذكر من جاء بهم الاحتلال أن القوات الأمريكية التي تنتشر في طول العراق وعرضه هي قوات احتلال من الواجب إخراجها غير أن الدعوة المغلفة بالوطنية والسيادة سرعان ما تظهر حقيقتها كحلقة في إطار الصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة عموما وفي العراق بشكل خاص هوس السيادة المزعومة وجد صداه الأرحب في خطاب القوى والميليشيات المدعومة من إيران مثلته رغبة أخرى لدى بعض أحزاب السلطة تريد بقاء الأمريكيين وبين هذا وذاك يترنح العراق وأمنه ومستقبله في زاوية بين ظلعين أحدها في واشنطن والآخر في طهران أيام قليلة وينطلق الحوار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا في جولة ثالثة تقول عنها بعض الأحزاب إنها حاسمة إذ يتحدث النائب عن تحالف الفتح قاطع ركابي عن عدة محاور أساسية ستناقش خلال الاجتماعات أبرزها إخراج القوات الأمريكية من العراق بالإضافة إلى الكثير من القضايا المتعلقة بالأمن والاقتصاد والتعليم والزراعة والكهرباء والنفط بالتوازي مع ذلك هناك ضغوط سياسية تمارسها القوى الحليفة لإيران لفرض أجندتها في الحوار الاستراتيجي والذي من المفترض أن ينطلق الأربعاء يتوقع مسؤولون تصعيدا لنشاط الميليشيات بضرب القواعد الأمريكية في الفترة المقبلة لا من باب المقاومة المزعومة بل طموحا بالتفاوض عقب إرسال رسائل مبطنة لواشنطن تقول لها الميليشيات إنها الحاكم الفعلي في العراق قد لا تحقق تلك الهجمات الهدف المرجو منها ما يدفع الميليشيات لسلوك أكثر تأثيرا من نزولها في الشوارع قبل أيام بينما لا يتوقع من الإدارة الأمريكية الجديدة اتخاذ موقف واضح من المستجدات في العراق لا سيما أن جل تصريحات البيت الأبيض امتازت بالضبابية والعموم وتجنب المواضع الشائكة في خضم ذلك تقف حكومة الكاظمي أجزة أمام كبح جماح رغبتها بإبقاء القوات الأمريكية كحليف وحامل للعملية السياسية وبين الاستجابة لإصرار الميليشيات ومن خلفها الأحزاب المدعومة من إيران على إخراج الأمريكيين لإفساح المجال بالكامل أمام الإيرانيين